النهاردة العالم كله بتابع بطولة أوروبا ومبارح يمكن شوفنا الموتش اللي حسن فيه منتخب أسبانيا التأهل للدور النهائي لبطولة أمم أوروبا عشرين وعشرين منتخب ده حقق الفوز على منتخب فرنسا بهدفين مقابل هدف واحد في لقاء أقيم على ستاد أليانز أرينا ضمن مباريات الدور النصف النهائي ونجح منتخب أسبانيا في عمر منتادة تاريخية بعد محول تأخره بهدف للفوز بهدفين كمان النهاردة في مباراة قوية جدا ومهمة جدا في نصف نهائي يورو عشرين وعشرين هتجمع منتخب إنجلترا وولندا خلينا نتكلم أكتر ونعرف تفاصيل أكتر عن هذه المباريات مع المحلل والناقد الرياضي عمر الخشاب سبعة الخير يا حديك يا فندا سبعة الخير عليكم سبعة الخير يا جامعين سيدر المشاهدين أهلا بيك أهلا بيك زمنصطف أسبانيا كان فيه ناس كتير جدا من راهنا عليها وكان فيه ناس شايفة أن هي الحصان الأسود في هذه البطولة ونحن نكلم أسبانيا وفرنسا منتخبين أقوية جدا يعني بس أسبانيا قدمت أداء مختلف والحقيقة النسخة دي من يورو عشرين وعشرين كان فيها مفاجآت كتير شايف أن منضمناها فوز أسبانيا على فرنسا؟ هو الطبيعي أسبانيا تكسب مش عشان مفاجأة عشان دي عدلت الكورة يعني خلينا ننفرق من حكتين بس كورة مش دائما عدلة يعني وبالزبط بس عدلت الكورة أن الفريق اللي بيلعب بمعنى كلمة بيلعب يعني بيقدر يستحوز على الكورة أكتر وقت ممكن بيكون لي شكل في الملعب بيكون فيه أفكار أو يعني إحنا بتشوف الماتش بتشقول فيه أن فيه مدرب أو بنتوقع أن فيه مدرب وقف على الخط ده طبيعي أو ده الكورة أو ده اللي خلينا نحب كورة وانتباح فبالتالي من الطبيعي أو من المنطق أن أسبانيا تكسب ما استحالة بعد كل اللي بيحصل أن فرنسا اللي بتعتمد على الجودة اللعيبة على المستوى الأفراد هي اللي تسعد لشان كده إحنا بنفرق بمين حاجتين النتيجة والأداء وكلمة أداء أن أنت لما تشوف أو بتترجم أو لما تيجي تشوف مباراة شخصية المنتخب في المرة الله ينورى حزرتك لما تيجي تشوف مباراة تحس أن فيه أفكار أنت قادر تقراها تتكلم حتى مع صاحبك أو حتى لو أنت مش مختص في الكورة تقول آه الفريق ده بيوصل بالطريقة الفلانية ده بيوصل بالطريقة العلانية مجرد أنت بتريد تقرأ أفكار مدرب بتحس النقل الفريق ده ليه شكل غير لما بتحتمد على جودة لعيبة على مستوى الأفراد بناء على ارتجال اللعيبة في الملعب أو بمعنى أصح أو أسهل هاللعيب ده فاي أو قادر يقدي ولا لا هي ده الفرق منتين المدربين لشان كده أقولك عدلت الكورة أن المنتخب الأسباني مع مدير فني قادر يقدم أفكار تحس أن المنتخب الأسباني عارف يا أستاذ مصطفى كده جيل بيسلم جيل يعني هو ده نفس الكورة مع اختلاف تفاصيل بسيطة اللي كانت بتتقدم على الويس إنريك اللي ناس كتير حكمت على المشروع بالفشل عشان مجرد مامين كوسين طلع من دور الستاشر على الرغم أن كان فيه اكتساح كامل غير طبعا فرحنا كلنا طلع من المنتخب المغربي في كاس العالم الفات لكن بتكلم على اكتساح كامل لكورة الأسبانية وعلى مستوى المنتخبات إلى جانب قبليه كانت تتكلم على لوبيتيجي يعني قصدي مدرسة بتسلم مدرسة تحس المنتخب الأسباني فيه أفكار في الملعب صحيح فبالتالي لأ كان مننا إحنا كنا محتاجين نشوف العدالة القروية في الملعب إن فعلا لأ الكورة فيه أفكار بتكسب وإحنا بنحاول يعني أو مندعي إن إحنا مختصين في مجال الكورة فبتحس لأ فيه أفكار مدرم موجودة فبتحس الأفكار دايما هي اللي بتنتصر لكن كلما الناس بتروح للنتيجة بس بدون الدخول في تفاصيل إزاي النتيجة دي راحت أنا بعمل شو أنا بمتع الجماهير يعني ما استحال برضو سيد مصطفى إن المنتخب يعني برضو خلينا منطقيين دخل أحرز أربع هدف منهم اتنين دوبليكيشن يعني جاية من الخصب ويقول ضرب الجزء يصعد ياخد البطولة ما صعب أه معاك دي شاب أخذ كاس العالم ووصيف كاس العالم وأخذ اليورو لكن مش أنت عندك لعيبة وعناصر يعني أنا شايف على المستوى الأفراد لعيبة مويزة جدا فمحتاج أو إحنا منطمع إن كنا نشوف أفكار أعلى بكتير جدا مع مدرم ما بين كوسين خدعة أو أكبر خدعة في البطولة وهنتكلم برضو على الخدعة التانية مع المنتخب الإنجليزي طيب ده أسبانيا على الجانب ده فيه إنجلترا وهولندا على الجانب الآخر اللي ممكن حد فيهم يلاعب أسبانيا ناس كتير بتقول إن المنتخب الهولندي حظوظه أكتر رغم إن الدوري الإنجليزي أقوى من الدوري الهولندي ده سؤال مهم الله ينورى حضرتك هاخد من إجابة حضرتك أو سؤال حضرتك على الدوري الإنجليزي أقوى من الهولندي طيب أمشي بتكلم عن الدوري الهولندي دي لوقتي بتكلم على جودة اللعبة اللي موجودة في إنجلترا هل أنت مقتنع وانت بتشوف المنتخب الإنجليزي وكلنا منتابع أو معظمنا منتابع الدوري الإنجليزي مقتنع إن اللعبة اللي موجودة دي تستحق الرضاء اللي في الملعب دي المنتخب الإنجليزي يا أستاذ ما بيقدم ما فيش أرضق من كده الأمور بتمشي معاه يعني بالبلد بالزق رغم من الدولة بتاعه من أقوى دولات في العالم فمحتاج إيه؟ لا مدير فني محنك زي طبيعي جدا أنت معك جودة يعني أفراد في أي شغل هنا في أي شغل هنا في بنك في شركة آين كان عندك موظفين كويسين جدا وكل موظف جاي حدثوا الحرج على مدى خبراته في السيفي بتاعه واشتغل في شركات مالتيناشون والأخير أنا بدي مسأل بسيط لكن معك مدير ضعيف جدا فبالتالي كل شغل هنا بتباني على جودة أو أداء والمأخوذ كمان على المنتخب الإنجليزي إن هو أداءه كلاسيكي أو متوقع هذه النقطة بيقولك جمال أنت محتاجة المدير فني يطلع من اللعبة دي أفضل ما عندها اللعبة بتلعب بارتجالها يعني بمعنى كلمة ترتجال مش كلمة يعني سيئة لكن كل عيب بيلعب على حسب يعني دماغه يرحل فيه في المعرب أنا بحاولة بسط الأمور فأنت محتاج أفكار إيه دور المدرب يا جمال؟ دور المدرب أن أنا بحط الأفكار أو بنظم الحداشة العبل في الملعب بناء على إمكانياتهم الموجودة عشان أقدم جودة وأفكار تقدر تتماشى مع القماشة الموجودة عندي هو ده طبيعي لكن أنا شايف المنتخب البرتغالي وخرج من البطولة مع مدير فني أنا شايفه برضو من ضمن خدعة البطولة مارتنيز وكان نفس الكلام مع بلجيك بتتكلمي على المنتخب الإنجليزي مع ساوس جيت فوز بالعافية في دور 16 ثم فوز بدور 8 بالعافية بشك الأنفس بالعافية يعني ارتجال اللعيبة لو لها بيلنج هام الكورة لجات باكورد لو ما زبطتش كانت لعبرنا البطولة فأحيانا النتيجة بيخش فيها عوامل كتيرة غير الأمور الفنية لكن إحنا للأسف أو أغلبنا بنبص على النتيجة ومش بنبص إزاي النتيجة دي يعني رحنا لها أو هي بنحللها فيما بعد بنحل الأداء في المباراة فيما بعد بس طبعا بتبقى في الآخر النتيجة أيها بس إنها تمشي أنا معاك النتيجة هو معيار إحنا كلنا بنختم به فرجتنا على المباراة لكن هل إحنا بعد كده وإنتي بتقولي هل هفي حظوظ المتاخب الولندي أو المتاخب الإنجليزي وحضرتك قلت حتى نجوم المتاخب الإنجليزي ما فعلا نجوم هل إنت كنت متوقع أن المتاخب الإنجليزي بزا يصعد من المجموعة بالعافية يطلع دور 16 بالعافية يعد دور 8 إزاي وإحنا كلنا بنشوف الدور الإنجليزي خلي بالك كل الموجودين في الملعب يعني غير بلينجهام في الدور الإنجليزي أنت بتكلم على طبعا بلينجهام وهاريكين كلهم ناتج البريمير ريجل هو أقوى دوري في العالم فاستحالك أن أنت عندك أقوى دوري في العالم وتسع لعبين مع الناس الإحتياطي موجودين ناتج الدور الإنجليزي وتشوف الرضاء الفنية دي في الملعب فبالتالي أنت محتاج زي ما قلت لحضرتك لما بتكلمي عن المتخب الأسباني تشوف عدالة كروي يعني عينك وإنت كده بتتفرج على المباراة تحس الله هي دي فعلا البطول اللي إحنا بنستناها كل أربع سنين ده الغرض أو ده مقصودي من الكلام أن أنا عاوز أبين النتيجة ما نحكمش عليه لازم يعني تستمتع بالمباراة عشان تقدر يتولي آه دا المنتخب دا فعلا بما إنك بقى رجعت تاني لموتش أسبانيا وفرد أسبانيا تمام أسبانيا إحنا شفنا لحد كبير منتخب الأسباني اعتمد على لعبين شباب بكل تأكيد وتواصلت العمر 23 سنة بالزبط كده على الجانب الآخر فرنسا اعتمدت على خبرة أكتر اللعبين ماشي خليني أقولك طب هجاوب لك من السؤال على سؤال برض خليه كرة راحة بنا بإحنا مكان في الكرة أنت شايف همين أسوأ لعيبة في البطولة أسوأ لعيبة لأ ما متسألنيش أنا هنتداول أنا عارف ماشي أوكي أنا هرد عليك يعني أنا برد عليك بالسؤال عشان خطر أخش إجابة سؤالك الأولين أسوأ لعيبة في البطولة كريستانو يرنالدو أسوأ لعيبة في البطولة كيليني بابي أسوأ لعيبة في البطولة المنى المفترض للنبو دي كانت مفاجأ على فكرة يعني مبابي تحديدا كانت مفاجأ ليه عشان كل الفريق بيحاول يخدم العيب واحد فبالتالي العيب الواحد ده لو مش فاق أو لو بالمعنى أصح ما قدرتش كمدير فني أخلق له المواقف اللي يقدر يظهر فيها أو يبدع فيها فبالتالي العيب بتعمل علي إكس سيء بدليل بارح وبياخد الفريق كل ما نفس الكلام رونالدو على فترات بسيطة بيتقلق لكن المجمل العام أنا كمدير فني معايا أفضل عناصر في العالم كمنتخب فرنسي ما قدرتش أخلق لهم وضعيات مناسبة يقدروا يظهروا فيها بالتالي هو ده منتخب الفرنسي هكذا كيلين إمبابي كان أسوأ العيب هو ده بالضبط المنتخب البرتغالي هكذا كريستانو نلدو وبالتالي هكذا المنتخب الإنجليزي حتى على فكرة كلامي مش هتغير حتى لو منتخب إنجلترا النهاردة كسب ردنا على سؤالك على المنتخب الأسباني ديلافوينتي هو قصة عاملة هو إدر كان مع الجيل ده في الشباب كان مع الجيل ده في الناشئين أخذ اليورو ثم لما اتولى الأمور الفنية وكان مع نفس المنتخب معظمه في الأولمبياد الأخيرة اللي طبعا إحنا خرجنا أصاده في الأولمبياد الأخيرة في توكيو 2020 اللي تلعبت في 2021 فهو الناس دي بالبلد كان هم ربيهم فلما مسك الأمور الفنية للمنتخب الأولاني قال لا طبعا ما فيش هناك حد بيتدخل تختار مين أو ما تختارش مين هو اختار العناصر اللي هم ربيهم فبالتالي شفنا عناصر من أتليتكم الباو عناصر من ريال بتيس أندية لحد ما بش أندية الكمة في دور أسباني لكن هي دلوقتي دي اللي بتقدم مردود إيجابي وكلنا منتستنى مطشوات المنتخب الأسباني وأنا أتوقع عن المنتخب الأسباني لو بالنسبة كبيرة طبعا هياخد البطولة توقعات كتير رايحة في صراحة أنا أتوقع ذلك الهولندي المنتخب الهولندي اتكلمنا عن المنتخب الإنجليزي وعدم توقعاتنا اللي ما أصبتش يعني أنها توصل لسقفة محط الموضوع هناك وما تكلمناهش عن المنتخب الهولندي المنتخب الهولندي لو تسمح لي كنت فيه برضو حد زم الأعادات قدت صورة على الهدف اللي سجل مبارح المنتخب الأسباني وإزاي أخطاء دي شام معذرة أنا إذا استكمالي الإجابة على الماتش أسبانيا وفرنسا أمس إزاي دي شام فلتت منه الأمور بالضبط فلتت منه الأمور تتكلمي على دي أولمو لعيب لوست إزاي حد لعيبة يتحط بالخطوط من المفترض كان مين من المفترض يقدر يسد الصغرة دي في ماتش الفرنسا أو في ثلاث ماتشات بتاع الفرنسا في المجموعات ودور 16 كما فينجا إنت نبارح كمدير فني طبيعي جدا إنت شايف الجيم لعيبة بتلعب بالخطوط لعيبة بتلعب يعني بس واستلام في ربع سنتي مين اللعيب اللي يقدر يترجمك دي أو يقلل الأخطاء دي هو كما فينجا فبالتالي أنت أخطأت فأنا بس بثبت لك إنه دي شام على المستوى الفني أولا الجيد نرجع لأسؤال حضرتك نحن نلحق لأنه بوعدنا مع الموجز سريعا جدا ماشي تفضلي مع زرة تانية توقعتك انجلترا ولا هولندا أنا أشوف هولندا يعني هنشوف هولندا وأسبانيا ده توقع أنا أتوقع ذلك والله أعلم هولندا وأسبانيا في النهاية دي توقعات الناقد والمحلل الرياضي نورنا وشرفنا نارد شكرا حضرتك شكرا لكم شكرا لكم